الأستاذة ممحمد تتفضل حاجة ممحمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم و سلام عليكم و سلام عليكم و تفضلي حضرتك دلاتي أنا متجوزها ليا عشرين سنة نعم و جوزي بخيل علي من ساعة متجوزت و كل ما كلمه و فيه شغل الضرب و الإهانة و الشتيمة و أنا و أهلي و أنا دلاتي موظفة و طلعت معاش مبكر و بصرف على البيت و بصرف على عيالي زيه بس هو بخيل معايا ف دلوقتي فتحيك سؤالي أنا كل ما يجي يطلب مني العلاقة أنا برفض فهل علي وزر بترفضي ليه بترفضي عشاني لا هو بيجي إهانة و شتيمة و طرب و ما بصرفش علي ولا يديه فأنتي نفسيا مش قادرة مش قادرة فكل ما يجي يطلب مني وهو أصلا مسافر بيشتغل برة و بيجي كل خمساشهر يوم فالاسبوع اللي بيجي فيه حتى ما بيطلع يروح عند أهله و يسيبني أنا و عيالي فما بيجي لكي القطر كافية دي يجي يضرب و يشتم و يجي بعديها بربع ساعة يجي يقول أنا عايز العلاقة طب أنا نفسيتي أصلا مش قابلة فهل علي وزر يا فضلت الشيخ سؤالي لو أنت لو أنت أسألك سؤالة هل أنت لو حصلت العلاقة أنت ممكن يحصل لك شيء أي شيء نفسي بتعيطي أيو 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 لأنا أصلا حدودك فيه حق الزوج وحق الزوج أنا ما بدينيش حق لا سيبك سيبك أنا دلوقتي بس عشان أحدد أنا دلوقتي بحدد الفتوى مش بحدد دلوقتي يعني أنا أقولك نصيحتي لعلاقتكم الزوجية تتصلح إزاي بس خلينا نقول دلوقتي أنت نفسيا ممكن تحس أن أنت أجرار لك حاجة لو أن حصلت العلاقة آه طيب أنا أكلم حضرتك أم محمد بس يا سيدي بس يا سيدي محمد أول حاجة أنا كلامي دلوقتي مش لكي حضرتك أعود على جنب كده خلينا أكلم جوزك يا سيدي ما ينفعش كده اللي أنت بتعمله ده ده حضرت النبي حذر منه أن الواحد يضرب زوجته جلد العبد ثم يأتيها ثم يطاقها إيه النفسية إيه دي إنت كده عايز مش عايز زوجة إنت عايز آلة تفرق فيها شهوتك طب وإيه الحل التاني فيه حل تاني أولادك دول موجودين وأولادك دول كبروا فإنت في أخطر وقت مع أولادك يعني أولادك عندهم 19 سنة لو حد عنده 19 سنة أو عنده 18 أو عنده 13 أو 14 فهم في أخطر وقت فأنا شايف أن أنت تغير علاقتك بالأسرة كلها يعني مفهوم الأسرة كله تغير علاقتك به تغير علاقتك به إزاي؟ شوية حنية قبل ما تيجي تكلم أولادك وتاخدوا ديتني معاهم عشان يحسوا أن أنت موجود في حياتهم بدور تاني غير دور أن أنت بتيجي تاكل وتشرب وترملهم فلوس وتجمع زوجتك وتمشي مش هيه هو ده الدور بتاع حضرتك لا حضرتك دور مفرخ ولا دورك دور ATM أن أنت تبقى صراف فلوس ولا كمان دورك أن أنت بس يعرفوا أن هم عندهم نسب لأب أنت دورك أن أنت إنسان أنت هتتوجع يعني بعد الشغل ده لما ترجع أنت البيت وتلاقي البيت ده وتم يعرفكش أنت هتتوجع فعشان ما تتوجعش إيه اللي يحصل أرجوك حاول تعد وتتكلم مع أولادك أرجوك حاول تشارك أولادك اللي هم بيعملوه أرجوك حاول تفهم أن البيت مش بس عشان أنت تلاقي في لزة لكن البيت عشان تلاقي في وسع تلاقي في سعادة تلاقي في محبة تلاقي في مشاعر وساعتها هتعرف معنى الراحة معنى الراحة لما تكون سعيد في بيتك مش معنى الراحة أن أنت تعمل لزتك وبس فعشان خطري حاول بقدر الإمكان توعد مع زوجتك أما السؤال اللي أنت سألتهه لو أنت حاسة أن أنت هيجي لك أنها رعا صبيا أو حاجة كده لا هيكلف الله نفسا إلا وسعها يا بنتي فإحنا دلوقتي عايزين بس نصلح ما بينكم طب إذا كان فيه مشكلة عويصة الأسبوع اللي هو بيجي تعالى زورنا في مركز الإشار الزواج ونحل مشاكلكم مع بعض ونشوف إزاي المسألة تتحل وكل ما فيش حياة 20 سنة ممكن تبتدوا مع بعض من جديد وممكن حياتكم تبقى أفضل وأحسن من جديد لو أنتوا عايزين وبتقصدوا وجهة الله سبحانه وتعالى فيريد تفضلوا ونتكلم مع بعض إن شاء الله